دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان مبارح في جولة تفقدية لمشروع ترميم أصر السلطان حسين كامل لتحويله لمجمع للإبداع الرقمي وريادة الأعمال الدكتور مدبولي أشهد بالجهود اللي بتتم في إعادة ترميم المباني الأثرية والحفاظ عليها واستغلالها بالشكل الأمثل وأكد على أن الدولة مهتمة بأنها تعيد إحياء قاهرة تاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية وأوظنا حضراتكم واخدين بالكم من هذه النقاط تحديدا يعني احنا شفنا أصر البارون أصر البارون مبان اللي في مصر الجديدة اللي تم افتتاحه وحصل لغة كتير على الألوان المستخدمة وفي الآخر اكتشفنا أن دي الألوان اللي كانت مستخدمة في بناء الأصر في الطبيعة وبعدها الناس قعدت تتكلم هو هيتفتح إمتى حيبقى موجود للزيارات وبالفعل تم افتتاحه في أصر عيشة فهمي اللي تم تجديده في الزمالك أيضا أصر السلطان حسين كامل زي ما حضراتكم شايفين هذه الصور لإعادة إحياء القصر من الداخل مرة أخرى هناك اهتمام أيضا بالقاهرة الخضوية في منطقة وسط البلد شفنا تطوير ميدان التحرير وواجهات العقارات في ميدان التحرير اللي تعملت كلها بلون واحد اللون البيج وتوحيد الواجهات للمحلات في ميدان التحرير وفي ممر بهلر وفي ميدان مصطفى كامل وفي شارع عصر النيل خطوة بخطوة بيتم ترميم القديم للحفاظ على هوية الأماكن التراثية في العاصمة القاهرة وطبعا بالتوازي حيكون فيه شغل فيه باقي المحافظات أيضا إلى جانب هذا العمل في ترميم القديم حيتم إنشاء مكان تراثي ثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة دكتور مصطفى مدبولي قال احنا عندنا تاريخ عظيم بنعتني به بنحافظ عليه في نفس الوقت بنصنع مستقبل أولادنا وأحفادنا يفتخروا به لأن احنا في الآخر مش هنفضل نقول يعني الفراعنة عملوا الإغريق عملوا الرومانة عملوا الحضارة الإسلامية عملت الحضارة الإبتية ليس الفتى من قال كان أبي وكان جدي لكن الفتى من قال ها أنا ذا نحافظ على طرفنا ونبني جديد عشان بعد 100 سنة 200 سنة 300 سنة الناس تقول كان فيه ناس موجودة سنة 2020 و2021 بتبني زي ما احنا النهاردة بنقول أن نتبنت القاهرة الخدوية سنة 1800 ده واضح زي ما قال كمان تبعا دكتور مصطفى مدبولي بجانب أن احنا بنعيد إحياء تراثنا مرة تانية كمان بنبني العاصمة الإدارية الجديدة ودخلين على يمكن زي ما دايما بنقول مصطلح كده الجمهورية الجديدة ويمكن هو ده اللي بعد كمان سنين كتير قوي أحفادنا كمان ده اللي هيكلم عليه وده يكون القرث اللي ممكن نسيبه لهم كمان